كيف تصبح غنياً بسبب الضفادع تعود إلى الأسطورة أو الحكايات الشعبية التي تروي كيف يمكن أن تجلب الضفادع ثروة غير متوقعة هناك أيضاً قصص واقعية أو نظريات تتعلق بكيفية استخدام الضفادع في مجال المال والأعمال إليك بعض الطرق التي يمكن من خلالها أن تؤدي الضفادع إلى الثراء في بعض الحكايات يعتقد أن الضفادع يمكن أن تكون حاملة للكنوز أو الرموز للثروة على سبيل المثال في بعض الكصص تكون الضفادع جزءاً من تحديات أو اختبارات تؤدي في النهاية إلى اكتشاف الثروات في بعض الثقافات تعتبر الضفادع رموزاً للتحول والازدهار وقد يتم الاعتقاد بأن العثور على ضفدع نادر أو رؤية عدد كبير منها يمكن أن يكون علامة على الحظ والثروة القادمة في بعض الأماكن يتم تربية الضفادع لأغراض تجارية مثل بيعها كطعام للمطاعم أو لأغراض البحث العلمي قد تكون هذه الأعمال مربحة إذا كانت الضفادع تربى في ظروف مناسبة وتتم إدارتها بشكل جيد الضفادع تحتوي على مواد كيميائية يمكن استخدامها في الأبحاث الطبية لتطوير أدوية جديدة قد يؤدي اكتشاف مادة فعالة إلى فرص مالية كبيرة في مجال الأدوية بعض العلماء يدرسون الضفادع لفهم كيفية تفاعلها مع البيئة وكيف يمكن استخدام ذلك في تطوير تقنيات جديدة أو منتجات هذا البحث قد يؤدي إلى اختراعات وتجارات جديدة قد يكون تربية الضفادع كحيوانات أليفة أو عرضها في حدائق حيوانات مصدر دخل مستدام هناك طلب على الأنواع الغريبة أو النادرة من الضفادع كهواية ترفيهية في الأساطير الصينية يقال إن الضفادع يمكن أن تجلب الحظة والثروة على سبيل المثال تمثل الضفدع الثلاثي الأرجل التي يمكن العثور عليها في الفنون الصينية الثروة والازدهار الضفادع في هذه القصص غالباً ما ترمز إلى التغيير المفاجئ والفرص غير المتوقعة مما يضيف بعداً من الإلهام والأمل للأفراد الساعين للثراء أو النجاح